بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة بمهداء يوم السبت مش بس أول أسبوع عندنا لكن يوم السبت كمان هو يوم السعادة لأن احنا بنبتدي في الهوى مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم المقبلين على الزواج والمقبلين على تجديد الحياة الزوجية وإحنا ماشيين معاهم في رحلة اسمها مرحلة التمهير الزواجي بندرس معاهم وبنتكلم معاهم عن أمور مهمة جدا جدا استرحنا على تسميتها المهارات الزوجية والنهاردة عن التكلم على مهارة لابد من الكلام عنها بصورة واضحة والتأكيد عليها والتأكيد عليها ليه التأكيد عليها عشان كتير من الأزواج بيعتبروا أن المهارة دي احنا مش محتاجين لا لأن احنا في الحقيقة بنعيش بيها طول الحياة الزوجية ومش محتاجين ننبأ عليها ولكن هم في الأسف وهم بيقولوا احنا مش محتاجين ننبأ عليها هم لا يراعوا هذه المهارة وخلينا أقول لكم قاعدة في الجواز إذا كانت في مهارة بقول لأولاد اللي بيبتدوا الجواز وبقول لكمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية أي مهارة أي مهارة هتتنازل عنها أو أي مهارة هتهملها هيحل مكانها مشكلة زوجية تاني هذا قانون أي مهارة هتهملها من مهارات الزواج المهمة بيحل مكانها مشكلة زوجية وتعالوا نطبق النهاردة على مهارة دي وأنا مش هكلمكم لأن النهاردة بنتكلم على الأمل على السعادة مش بنتكلم عن المشاكل للنهاردة المهارة بتاعت النهاردة دي بعض الأزواج مش بينتبهول مش بينتبهولاش وبيعيشوا كده من غير ما حتى يفكروا فيها وهي مهارة لو الإنسان انتباه لها بتحقق له أشياء كتير جدا وبيقول لأن المهارة دي ده شيء بديهي أنا مش محتاجة أكت عليه لأنه معقولة يعني نكون مش عايشين بيها ومش بنمارسها آه ممكن تكون مش بتمارسها لأن انت متعرفهاش هي مهارة شديدة الأهمية لاستقرار الحياة الزوجية والوصول للسعادة أنا مش بشوقكم بس عايزي نتنبه إلى هذه المهارة المهارة دي هي التأكيد على أبدية الحياة الزوجية أبدية العلاقة الزوجية يعني إيه أبدية العلاقة الزوجية يعني إن إحنا مصرنا في الجواز متحد إن إحنا هنستمر مع بعض ونبقى مع بعض على طول وعشان كده المهارة دي هي اللي بتخلينا نبعت رسائل طول الوقت البعض نأكد لبعض بالكلام والأفعال على إن إحنا هنفضل دايما جمي بعض زوجين متحبين وما حدش فينا هيفكر يسيب التاني أو يتخلى عنه أو يخليه ما يحسش بوجوده وده معنى مهم جدا جدا عند الزوجين شوف المهارة دي أنا لما قلتها لكم تعالوا نتأمل كده كم واحد فينا بيحمل الكلام دوت أو المهارة دي لو إنها موجودة هتعمليه في قلبي مقبلين على الزواج هتبقى الحكاية مهمة جدا 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 فمهمة عند الزوجين إن هم يحسوا إن شريك حياتهم بيمارس هذه المهارة معه ومهم كمان إن هو يبدله التعامل بهذه المهارة ولكنه بيظهر في أكتر عند المرأة الحكاية دي إن دايما طول الوقت هي محتاجة تركيبتها النفسية محتاجة إن يتأكد لها دايما على أبدية العلاقة وإن العلاقة مستمرة بتحتاج لإنها بتحتاج للشعور بالأمان ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ده جزء من وعشرهن بالمعروف وجزء من استوصب النساء خيرة إن احنا دايما نحسسهم بالأمان والمهارة دي بتتطلب منا من الأزواج إن هم دايما يصرحوا لزوجاتهم بإن هم هيفضلوا جنبهم ويفضلوا معهم دايما لإن الزوج إيه اللي بيخلي المرأة أكتر إحساسا بالاحتياج لهذا الأمر لإن الزوج عنده رخصة الزواج التاني واللي قد يكون في بعض الأحيين أصعب على المرأة من الطلاق فبتحتاج دايما تتطمن إن هي مالي عين وقلب جزء وإن عمره ما هيبص اللي واحدة تانية غيرها ولا هيخنها ولا يتجوز عليها ولا يطلقها ولا حتى يقارنها بزوجات قريبه واصحابه أو بأمه وإخواته البنات عشان كده في قصة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة بتبين لنا إيه مشاعر السيدة عائشة فهنا هقرأ معاكم حديث رسول الله سلم من جهة السيدة عائشة وإذا رسول الله سلم تعامل معها لما رسول الله صلى الله عليه وسلم خل السيدة عائشة تعود معها في عدتهم اليومية اللي كانوا بيعودوا فيها ويتكلموا مع بعض فحكت السيدة عائشة في حديث طويل بعدد من الصفحات لما تجدوا هذا الحديث في كتب الحديث قعدت تحكي عن حداشر عن قصة حداشر امرأة حداشر سيدة بيحكوا عن أزواجهم ومعاملتهم ليهم لحد ما وصلت إلى نموذج معين من الأزواج نموذج أم زرع وزوجها أبو زرع اللي بيدللها ويخلاها زي ما هي على حد قول أم زرع فبجحني حتى تبجحت لي نفسي يعني دلعني لغاية ما بقيت دلوع وبعد كده إيه اللي حاصل للأسف طلقها فكانت بتحكي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويا خايفة إن يكون ليها نفس المصير لأن يا شايفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدللها فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إنه فيه مقصودة فطمنها كل اللي كانت عايزة من القصة في حكاية المزارع هي حضرة النبي بالفعل بيدللها فهي محتاجة إيه؟ هل بعد كل التدليل له ممكن حضرة النبي لو زي مني أو إن هو ما استحملش صفاتي يطلقني فرسول الله صلى الله عليه وسلم على طول قال لها كنت لك كأبي زر إلا أنه طلقها ولكني لا أطلقك فالسيدة عائشة كانت دايما تسأل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان بذلك تعرفوا تأكيد هذا المعنى كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حبك لي يا رسول الله يقول له قال كعقدة الحبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة إن حبها زي عقدة الحبل العقدة بالشتنيطة اللي احنا بنوعها عليه فكانت من وقت التاني السيدة عائشة فكنت أقول كيف العقدة يا رسول الله يعني كل شوية تجي تقول له العقدة إيه أخبارها فيقول له رسول الله صلى الله هي على حالها يعني ما تخفيش ما تقلقيش وعشان كده الزوج لازم دايما يرسل الرسالة لزوجته عشان تحس بالأمان ولما تحس بالأمان هيرى هتخرج أحسن ما فيها الزوج كمان بيحتاج من زوجته إن هي تؤمنه فيه ستات كتير هتقول لي هو الزوج محتاج الأمان هو كمان طبعا بيحتاج إن هي تأكد له على أبادية العلاقة وجزء من أبادية العلاقة إن هو بس من ما دخل تاني بقى جزء من أبادية العلاقة إن هي تأكد له هي شايفة إزاي فهو بيحتاج طول الوقت إنه يشعر إنه ما زال في عينيها البطن إنه وفي نظرها ما لحياتها وما لوجدانها وهي مش شايفة الرجولة متمثلة في رجل غيره وهي شايفة إنه هو اللي بيقدر يقدر يقدم لها الأمان وفرحت يا جتا بما يستطيع وإن هي شايفة رجل قوي سند مش ضعيف ولا أليل وإنه قادر يكفيها ويكفي بيته وبيحب كمان إن هو يكون في نظرها هو الرجل والبطل الوحيد وعشان كده ما بيبقاش من العقل إن هي تقرنه بأبوها ولا بأخوها وتقول مثلا من الحاجات المشهورة أو إن هو يقول إيه يقول أنا أقعد أصرف عليها في السنة كل الفلوس دي والوقت ده كله وأخوها يجي الدل 100 جنيه تقول أخوها مش بيكفيني مش بيخليني محتاجة حاجة إيه اللي بيخليه تدايق من ده إنه هو مش حاسس إنه بطلها وعشان كده لازم تجري عليه في أي احتياج ليها ويحس إنه هو سندها هو هنا بيحس بالأمان يبقى فلما يحس بالأمان يحس إنه هما لسه يكمله مع بعض لأنه لما بيحس إن حد محتاج له وبيحس بالأمان بوجوده بيحس إنه هو ما يقدرش يفرط فيه وهو دوة الإنسان اللي لابد حياته متفضل مع بعض ويتحد مصره وعشان كده من أجمل ما رأيته من حب الزوجة لزوجها وتأمنها لي ما حدث من سيدة السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها أبي العاص ابن الربيع في غزوة بدر الكبرى لما أسر أبو العاص ابن الربيع وكان مشركا في هذا الوقت فأرسلت قلادة أمها السيدة خديجة التي أهدتها لها ليلة زفافها عشان تفتي زوجها به فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلادة رقّ لها رقة شديدة من تعرفين حدث النبي كان بيحب السيدة خديجة قد إيه وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو رأيتم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وترد عليها قلالتها ففعله فأصحاب استجابه لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد كده بعد كده جاء أبو العاص مرة تانية واحتمى في السيدة عند السيدة زينب وأجارته فقالت يا رسول الله إيه اللي حاصل أجرتني بالأمس لما أجرت السيدة زينب فرسول الله أكد على إيجارة السيدة زينب لأبي العاص فخد ماله ورجع مرتان يا أسر فخد ماله ورجع فلما جيتني قال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجرتني وقد أتيت إليك مسلما يعني هو بعد ما مشي خلاص بلغ مأمنه جيه قال واليوم جئتك مسلما فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا رسول الله هل تأذن لسه أبو العاص بكلم يا رسول الله هل تأذن لي أن أراجع زينب فتوجه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب وقال له ابن خالتك جاء لي اليوم يستأذنني أن يراجعك فحمرت فحمر وجهها بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وما جمال حياء السيدة زينب وابتسمت وبعد سنة بعد ما راجعها توفيت السيدة زينب عليه السلام فبكاها سيد فبكاها أبو العاص بكاء شديدا وكان يقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عدت أطيق الدنيا بغير زينب ومات فعلا بعدها بسنة على طول إيه اللي حاصل ده وكأن القصة بتقول أن السيدة زينب لما كان أبو العاص رضي الله عنه في هذه الحال من حبها اتحاد المصير لدرجة اتحاد المصير حتى في البقاء وفي الوفاة وعشان نعرف إزاي نعيش بالمهارة دي مهارة التأكيد على أبادية العلاقة الزوجية محتاجين نقوم بشوية خطوات الخطوة الأولى لازم نعبر باستمرار وبطرق متنوعة عن الحب والاهتمام بشريك الحياة فكل زوج وكل زوجة بيحتاجوا للتعبير وبيحتاجوا يعبروا عن الحب في كل لحظة وكل واحد فيهم بيحتاج أن يشعر أنه مازال مرغوب من شريك حياته فالزوجة بتحتاج تسمع كلام حلو من زوجة وبتحتاج تشوفه بيغير عليها عشان تحس أن هي مازالت جميلة وامرأة وأنثة عشان ده كان في بداية الجواز فهو لازم يشعرها أنه مستمر في باقي الجواز الستات اللي بتسمعنا عارفين ده وده لما بيخف هي بتحس أن الحياة الزوجية والحب خف لكن ده لو استمر بتحس أن هي دايما متقلقة والناس تشوفها كده كأنها نظرة كأنها صبحة دايما لأنها دايما بتغزة بهذا الكلام اللي بيخليها تحس وكأنها زي ما في أول لحظة تجوزت بيها هل معنى كده أنه بس حب رمانسي لا ده كلام وأفهال واهتمام بالطريقة اللي هي تحب وتحس بأهميتها عند زوجها بيه وكذلك الزوج عشان الناس ما تفتكرش إن احنا ما نتكلم عن الزوجة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يبقى زي ما هو الزوج كذلك الزوج كذلك بيحتاج أنه يحس إنه ما زال في نظر زوجته أتخيله؟ الزوج يعني ممكن يبقى سعيد جدا جدا لما يحس إنه ما في نظر زوجته الشاب ما زال هو الشاب القوي البطل بيحب ده يحسه في عين زوجته ونزالك في بعض الأحيين بيتم استياضه من هذا الباب فلو هو حس في عين زوجته إنه ما زال الشاب البطل القوي ونزالك مهم جدا إن الزوجين يعبروا عن بعض عن حبهم لبعض فيا دايما تقوله إحنا ما نقدر أنا ما قدرش عايش من غيرك إنت وجودك بالنسبة لي أكتر حاجة بتحسسني بالأمان أنا من يوم ما اتجوستك وأنا حس بإننا الحمد لله ما بحسش بأي خطر أو أي تهديد طول ما أنا حس أن نحسك بالدنيا يا سلام حس إيه ده ينزل يكسر الدنيا ينزل يشتغل لغاية سنتين وقدام وكثير من الأزواج لما بيقوله في جلسات الاستشارات بيقوله إحنا عايزين كلمة حلوة ولذلك لازم تعبر له عن حبها واهتمامها ولازم كل واحد فيهم يعبر بحبه واهتمامه بالطرق المختلفة اللي بتتناسب مع كل واحد فيهم لأن مرضود ده بيبقى على النفس مختلف ولازم نغير وننوع فيه أدوات التعبير عن الحب فمثلا التلامس التعبير عن الحب فيه بيشعر الزوجة بالاحتواء وعشان كده كتير من الزوجات كتير من الزوجات تحب أن زوجة هيبقى أطول منه وأعرض منها عشان لما يحتضنها هتحس أن هي تم احتواء وهي بتحس بده بتحس بالاحتواء والأمان والزوج يشعر بقى بالتدليل بالتلامس يحس بالتدليل يحس أن فيه نعومة وحس فيه أن فيه أن الحياة بتتغير والحياة بتحلو والحياة بترئ من خشونتها اللي هو بيعيشها لما تلمسه زوجته وهي مهتمية بيه ومهتمية إنه هو يشوف حاجة تانية في الحياة فيحس إنه هو يدلل بعد كل التعب والأسى اللي هو بيشوفه في الحياة ولذلك كمان لازم يا مثلا لغة الهدايا أنا طبعا بعاني إن أفهم إن الرجالة إن لغة الهدايا عند الستات مش معناها إن الست مادية ده غالص الهدايا لو كان فيها أنت بتدفع فلوس أنت مش بتدفع فلوس أنت بتتعبر عن الحب ولذلك الست لما زوجها بيهديها ويكون الهدية عجباها فهي بتشعر بإيه؟ بتشعر إنه فهمها وعايز يسعدها يعني فيه ستات كتيرة ما تحبش إن يهديها بالورد يهديها بالدهب وفيه ستات كتيرة ما يهديهاش بالدهب يهديها بإن هي يجيب لها الحاجة اللي هي كان يحتاجها في البيت يا سلام تحس إن هو فهمها وعايز يسعدها والزوج بقى لما زوجته تهديه بقى يحس إن هي مازالت منجزبة إليه زي في أول وقت جواز وده كله بيزود شعورهم إن علاقتهم مع الدوم تخيلوا حركة الهدايا دي ممكن تخلي الواحد والواحدة عايشين بالذكرة الهدية ديته الحاجة وكل ما يشوفوا الهدية دي يمشوا لقدام ويفضلوا يزيحوا المشكلات والاختلافات من قدامهم ويعيشوا مع بعض يبقى الحاجات دي بتخلي فيه استدامة الحاجات التانية اللي احنا لازم نعملها عشان نبقى عندنا المهارة دي لازم يبقى عندنا دعم وتشجيع مستمر لازم الزوجين يهتموا بدعم بعض ويشجعوا بعض في كل خطوة من خطوات الحياة وكل خطوة بيعملوها يبقى لازم يبقى لها تأثير إجابي على نفس الزوجة ونفس الزوج والدعم على الزوجة بيحسسها إن هي متميزة ومتفردة ولاي اللي ما تحس إن هي متميزة ومتفردة هتحس إن جوزة هيفضل متعلق بيها الستاتة عندهم التفرد والتميز عندها يخليها تحس شعور كده مش بس بالقبول تخليها تحس بالتمسك أكتر ولزيك هو دايما لازم يحسسها إن هي فريدة مفيز زيها هي بقى لازم تحسسه إن هي إيه؟ تدعمه وفي كل حاجة طب لو حصل أزمة تقف في ظهره فلما تقف في ظهره إيه اللي حاصل؟ تحسسه إن هو مازال بطل لأن أكتر حاجة بتقلق الأزواج المستقرين نفسيا ومتزنين إن أنا في مشكلتي دي أنا إزاي أولادها يشوفوني إزاي أسرتها هتشوفني إزاي زوجتها هتشوفني أنا لسه هفضل في عينيهم الشخص البطل اللي قادر يسعدهم ويسندهم ويحميهم وإزاي كهي لما تجي تقف وتدعمه هو بيحس إن الدنيا كلها ما فيهاش مشكلة ما دون أنت أنا في عينيكي لسه على حالي الحالة الثالثة التأدير لازم الزوجين يقدروا بعض فكل واحد فيهم يقدر دور التاني في الحياة يقدر شريكه ولما يقدره يقوله كلام يحسسه هو نفسه بتشحن لما يقدر شريك حياته هو بيحس إن حياته مليانة وما يقللش منه ولا من أفعاله بالعكس يمتن إليه والتأدير بيخلي الأشياء يقدر الحاجات اللي بيحبها يعني ما يسفهش من الحاجات اللي الشخص بيحبها ولزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيأبي وهو أمي لما كان مع السيدة عائشة إيه اللي حاصل ضع منها العقد بتاعها في الطريق إيه اللي حاصل وقف وقعد يدور له على العقد لدرجة إن سيدنا أبو بكر حس إيه إيه العقد دوة وإحنا أصلا لا وقعدين في مكان سحرا لا فيه مية ولا إحنا معنا مية وحبست رسول الله وحبست الناس وليس معنا ماء ولسنا على ماء سيدنا أبو بكر شايف حجم المسألة كده لكن رسول الله كلنا وقفين بندور على عقد السيدة عائشة فإيه اللي حاصل فنزلت آية التيمم شوف حضرة النبي مقدر اهتمامات السيدة عائشة إزاي فكان ده من بركات سيدنا من بركات آل أبي بكر يبقى إذن نقدر اهتماماتها وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر اهتماماتها فيخليها تتفرج على لعب الأحباش ويسابقها رابع حاجة لازم يبقى فيه احترام متبادل خاصة قدام الأهل والأبناء كل واحد من شركاء الحياة الزوج والزوجة لازم يحترم بعض بالعكس لازم قدام كمان الناس بدون مبالغة يعني بدون أن يعمل حاجة مصطنعة لازم يوضح احترامه قدام الأولاد وقدام الأهل كثير من الزواجات بيجونا في الإرشاد الزواجي تقول لي أنا قدام أهلي رافع راسي أنا بحس أن أنا أميرة وملكة ودوة اللي بيخليني أصبر على مشكلات كتيرة في الحياة هو يقول الحمد لله أنا بيخلياني ما نزلش راسي قدام أهلي أبدا لأن كلام عني كلام كله كلام إيجابي حتى لو كنت أنا مأثر فده على دماغي من فوق لما واجي أسألهم إيه الصفات الحلوة اللي ممكن يكون في شريك الحياة فصفة التأدير دي صفة من أهم الصفات ما بين الزوجين وخاصة الأولاد كمان الأمان ده بينتقل إلى الأولاد لما يحسوا إن علاقة أبوهم وأموهم علاقة بها العزل على العزل جمال وكمان الشريكين للحياة بيحسوا إذا كان أنا مقدره فأنا ما عليش شيء بيستخدموا اللغة دي فأنا عندي رصيد عنده فرصيدي ده هيخلينا مع بعض وإن علاقتهم هتستمر لأن بعضهم بيستخدم الأهل والأبناء في بعض الأحيين نوع من أنواع العقاب فلما يستخدم كنوع من أنواع المكافأة فبيحس إن لا 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 فلو زوج اختلف مع زوجته وقرر يعقبها أرجوكم ما يكونش العقاب بأهله ولا بالأولاد لأن ده ممكن يوصلنا إلى منطقة سيئة جدا 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 عايز تملك قلب زوجتك عايز تملك قلب زوجك قدرواه قدروا بعضه قدام الأهل والأولاد ده هيخلي الحياة بينكم في شكل تاني خالص الخطوة اللي بعد كده ودي مهم جدا جدا إن احنا نلتفت إليها هو الوضوح والثقة لازم نبقى واضحين بلاش اللف والدوران كل ما كانت العلاقة بتتبني على الوضوح وعلى بناء الثقة كل ما ده بينفي أي نوع من أنواع الجفوة ولكن هذا الوضوح والثقة دي لا تنفي الخصوصية وإحنا فاهمين كده وإحنا قبل كده اتكلمنا عن ده كتير لكن المقصود إن يكون فيه صدق ما فيش تلاعب في المعاملة وما يبقى زي ما احنا بنقول كده فيه لف ودوران يبقى كل واحد فينا دغري وأنا بقولكم إن ما فيش خسائر بتحصل من الوضوح ومن وضوح وبناء الثقة لكن خسائر كبيرة اللي بتحصل من اللف والدوران وهو تقوله لو بقيت واضح ودغري مراطع تطمع فيه أو جوزي هيستقل بيه لأ لازم تخليك حاسس بلاش حكاية إن أنا عايزة أحسسه أنا مش عايزة أحسسه إن أنا مضمونة وتحسسيه بإيه؟ بالشك بالديء باللف والدوران دي أخبص طريقة ممكن تفسد علينا حياتنا الزوجية ولذلك ما لقيتش حاجة بتهدد الحياة الزوجية قد اللف والدوران وما لقيتش حاجة بالدعم اتحاد المصير والبقاء مع بعض قد إن الإنسان يكون واضح وصادق ودغري وده شيء مهم جدا جدا دورة التاج بقى في هذه المهارة دورة التاج في هذه المهارة التسامح والاحتواء لو تعرضوا لو تعرض الزوجين وتعرضنا لخلافه أو حصل تأثير أو حصل تجاوز من حد أنا ما شفتش حاجة ممكن تخلي الإنسان حاسس بالتحاد المصير قد التسامح وقد احتواء المخطئ وأفضل علاج ده إن إحنا ندور عن الحل مش ندور عن مين المخطئ فما ينفعش الأخطاء تنهي الثقة لإن كل ابن قدم خطاء وخير الخطائين التوابون فلو شريك حياتك أخطأ ما ينفعش تحسسه إنه هو بمجرد ما غلط خلاص العلاقة تهدد والبناء اللي إحنا عشنا وبنيناه خلاص بقى في لمحة عين ما يسويش حاجة وكأنك كنت متربص به وقف له إنه يغلط غالطة عشان تحسسه إنه هو ولا حاجة ده الشعور اللي بيحصل للشريك الحياة سواء زوج أو زوجة لما حد ما يسمحوهوش أوقات كتيرة بيبقى هو حاسس بالوجع وبيطلب المسامحة وهو يعيني حاسس إنه هو مكسوره بيزل ما تزل الشريك حياتك لكن سامحه واحتويه لإن ده عاي خرجه من اللي هو فيه لإنه هو حتى الطريقة دي ما تنفعش حتى مع الموظف اللي بيشتغل معاك إنه إنت عشان تثبت له تأثيره إنه إنت تفضل تحسسه بإنه غلط وغلطه ده واتخلاه نزل من عينك بلاش العبارات دي الخطأ خطأ وكل ما قدرت تتجاوز وتتسامح وتحتوي المخطئ بإن أنت تحسسه إن علاقتكم أقوى بكتير من الخطأ ده كل ما كنت علاقتكم مع بعض هتبقى أقوى وأشد استدامة وعشان كده بقول لكم علاقة الزوج بزوجته علاقة مقدسة وما فيش شيء يحافظ عليها زي حسن العشرة ومن أكتر المعاني اللي موجودة في حسن العشرة يا سيدي هو التأكيد على استئمامة العلاقة فالزواج مش مبني على الحقوق والواجبات زي ما أنتوا عارفين الحقوق والاجبات المادية ولكن مبني على الإحسان والفضل وعشان كده مش هنبص للجواز على إنه مبني على الحقوق والواجبات المادية ولكن مبني على الفضل ومبني على السعة فالعشرة الطيبة تدوم بدوام إن إحنا نعامل بعض المعاملة الحسنة مش إننا بس بالراعي الحقوق والاحتياجات بتاعت كل واحد لازم يبقى عندنا فضل وإنت بتصرف على زوجتك وعالبيت مش نقصة هي مش نقصة حاجة لكن حضرة النبي علمنا إن ده من الإحسان ولذلك إنكم لا تسعون الناس بأموالكم وليسعكم وليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق هنا عايب أحنا فاهمين يعني إيه حياة زوجية اقتخلين الحياة زوجية وإحنا غرقانين في نعمة ربنا وهو بسبحانه وتعالى دايما بيمدنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة اللي بيجعله ربنا سبحانه وتعالى من المدد بيبشرنا إن إحنا نقدر نغرق ونغرق في نعمة ربنا سبحانه وتعالى ولكن لو كنا وعيين وكنا جاهزين والأوعية نظيفة والقلوب طاهرة عشان نفضل مع بعض بمدد ربنا وبنوره في حياة سعيدة تدوم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وهو راضي عننا يا سادة بعد الفاصل نلتقي عشان نستقبل أسئلاتكم ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ونخصص له وقت لكي تظل مجالس العلم مفتوحة ونظل نطلب وذكر الله سبحانه وتعالى وأن نذكر في الملأة العالم وتعالوا ناخد أول سؤال من السيدة أمه ليالي السيدة أمه ليالي تفضلي فضل ونعمة الحمد لله تفضلي عايز أعرف معنى أكدت المعلمة اللي خالي تمام؟ طيب حاضر أعرف يعني السام جوزي ويدي يضرب ويدي يسل ويدي يسل المفتوض أني أنا عملية أفضل مثلا من خلق جدامس ولا سلح ماذا برضا حدثت مثل المعارات السعادة وإنت حدثت يعني هو ما يبقاش مخلوق برة ويدي ترلع حلق عنه ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش مخلوق برة في الشغل وعنده وضاق في برة آه طيب حاضر يبقى السؤالين يعني وما أتيته من العلم إلا قليلة والسؤال الثاني مسألة هل من الحق أنه هو يضرب ولا لا صح؟ عسن أنت حدثت قلت سيدنا محمد قال وستوثي بالنساء طيب أنا يعني تاني كده معلش بعد إذنك عسن حدثت قلت أيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول وستوثي بالنساء طيب ماشي أنا أعكلمه حاضر يا ست ملال السؤال أولاني إحنا كل الإنسان اللي بيعلمه دوت أغلب اللي إحنا بنعيشه وبنتعلمه وبنعرفه كل دوت بيبقى في الغالب ظنون ونسبة القطعيات فيها قليل وحتى نسبة القطعيات لا تعني إن إحنا عرفنا الحقيقة بامتدادها معنى إيه؟ إن الحقيقة بتتعرف لما أعرف جزرها حقائق كتيرة إحنا ما بنعرفش جزرها هم بنعرفش ما وراءها وعشان كده ولا نعرف كيف نشأت الإنسان اللي بيعارف يبيعارف كل ده فإذا كان الإنسان لا يعرف كل ده ومعرفته أغلبها ظنية والمعرفة لا يعرف ما وراء المعرفة ما وراء الحقيقة دي حتى الحقيقة اللي هو أعرفها يعني أنا أعرف إن الحقيقة إن الماء بيروي طب ليه الماء بيروي وهو بيتكون من أكسجين وهيدروجين مع إن الاتنين واحد مشتعل وواحد يساعد على الاشتعال المفروض جوفه يبقى مليئ بالنار فأنا ما عرفش حاجة ما عرفش حاجة ما عرفش الاندماج اللي بينهم ده لما تحاول إلى H2O أنا ما عرفش الاندماج ده عمل كده عمل هذا المعنى ده سر إله فأنا ما عرفوش عشان كده أنا علمي قليل يبقى حتى في كل شيء يبدو إن بس السائلة إن زوجها دايما بيحسسها إن هي عارف كل حاجة وعشان هو عارف كل حاجة يقدر يعمل أي حاجة المعادلة دي حرام اللي عالف المعرفة تجعل الإنسان أخلاقه أحسن المعرفة تجعل الإنسان أخلاقه أحسن ولذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما بيعرفوا ربنا أخلاقهم بتبقى أحسن لما بيكون عندهم معرفة أحسن لما يكون عندهم معرفة كتيرة بتبقى أخلاقهم أحسن ولذلك إيه اللي حاصل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا اللي عنده حكمة وعنده معرفة يكون سبب للخير حوالي الناس كلها لكن ما يبقاش الإنسان حاسس أنه بيعرف وعشان بيعرف من حقه يعمل أي حاجة لأنه شخص مميز فمن حقه أنه يمارس أي شيء في الناس وده من حقه الكلام ده كلام فارغ المعرفة لا تبرر التجاوز مع الخلق بل المعرفة تجعل الإنسان يرى نظر الحق يرى نظر الحق ليه وقل اعملوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون يبقى أنت لما تكون من أصحاب المعرفة يبقى قلبك يزداد خشوعاً لما تكون من أصحاب المعرفة قلبك طب من بالك يبقى إذا كانت المعرفة كمان اللي أنت عرفها قليلة فتزداد خشوعاً وخضوعاً وحياءاً من الله يبقى بلاش حكاية أنا عشان عارف يبقى من حقي أتصرف في القراءة وكل الناس اللي بيقولوا أنا عارف كل حاجة ده هو عارف نفسه كويس جداً جداً أنه هو بيكذب الأمر الثاني لا مش من حق حد يضرب والضرب عندنا كبيرة وجريمة فالضرب ده اللي بنمارسه إحنا شايفين أن الضرب جاء في قرآن ذكر الضرب جاء في قرآن لمنع الضرب لأن الضرب اللي عندنا ده اسمه الضرب المعتد وده ممنوع ده ممنوع لا يجوز لنا الضرب ده اللي بيأذي ويعلم وبيوجع النفسية ده ممنوع خالص ممنوع وهو كبيرة وجريمة فلازم يمتنع عنه امتناعاً تاماً ولا يمارسه أي إنسان نعم معنا الأستاذ أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم وكل وقاتكم بكل خير ونفعكم بما علمكم واسأل الله العليل قدر أن يعلمكم ما ينفعكم يا رب العالمين أمين يا أستاذ أحمد أحب أنتم فيض العلم وانبوعه الله يرضى عنكم يا سيد أسعدكم وفريق العمل فوق الرؤوس وملء العيون الله يرضى عنكم مع حضاتكم أحمد عروج قد الجنة غير بشبرى الخيمة أهل ونسا حضرتك في جزئية سلة الأرحام نعم إن الله سبحانه وتعالى اشتقى اسم الوحم من اسمه سبحانه ومن وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله صحيح فهل يمكن أن يكتفى في سلة الأرحام بالتواصل على السوشيال ميديا أو مكالمات تليفونية حاضر يا جواب ألا حاضر يا جواب أخصية أجاوب على حضاتك أستاذ أحمد أستاذ أحمد بيسأل سؤال لا لا يكتفى بده إلا إذا كان هناك ضرر بيتحقق عند وجود الزيارة فصلة الأرحام لابد يكون فيها صلة والصلة ما بتكونش فقط لا يكتفى فيها في هذه الصلة بالتواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولا يكتفى فيها بالاتصال الهاتفي لأن ذات ما تسمى الصلة هي تسمى ماذا؟ اتصال الصلة حالة حالة اجتماعية يبقى صلة الأرحام يبقى حالة اجتماعية دي مش حالة اجتماعية دي حالة اتصالية الحالة الاجتماعية يبقى فيه ناس بتود بعض لما يحتاجوا بعض يلاقوا بعض لما كده هي دي صلة الأرحام صلة الأرحام يبقوا عارفين بعض عارفين احتياجاتهم لما يحتاجوا بعض يلاقوا بعض هي دي صلة الأرحام طيب طب أنا بيقع علي ضرر والضرر ده لا أستطيع أن أتحمله أعمل إيه؟ ساعتها بقى بنبقى نعمل إيه؟ بنرتكب أخف الدررين في ضرره بيحصل لي لو روحت يعني يحصل لي أزية ودرر تاني إن أنا أخفف من الصلة إلى إنه يبقى اتصال آه ماشي ده معقول لكن من غير سبب من غير ضرورة لا يبقى صلة الأرحم على ما يحب الله سبحانه وتعالى إنه يبقى فيها دعم فيها مسندة فيها كمان جبران خاطر فيها كل ده لكن لو فيه ضرر بيقع علي أضطر أقلل بما يدفع الضرر مش أقلل عقابا يبقى أنا في صلة الأرحم بلاش قضية إن أنا أقلل عقابا لإن أنا عندي ضابط آخر من الضابط وضع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لي ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه رحمه وصلها يبقى إيه اللي حاصل لو حد قطع الرحم هو بيوصله يبقى إحنا عندنا حاجة مهمة أو إيه الحاجة المهمة اللي عندنا إحنا عندنا القاعدتين دول ولذلك إحنا بنقول إيه؟ إن هو بيقلل من الصلة بمقدار ما يدفع الضرر بس وإن كان الشرع بيقوله لو إنك تحملت الضرر ده تدخل في ثواب الصابرين لأنه إيه اللي حاصل؟ هيدخل في ثواب إنه هو ألا يكفيكي أن أصل لما نوصلكي يبقى ساعتها يبقى هو يحصل على ثواب الصابرين يبقى إذن قاعدة واضحة هي ما ينفعش أستخدم صلة الأرحام بشكل عقابي ولما أجي أقل من صلة الرحم أقلل بما يدفع الضرر بأقل قليل يبقى كده توازننا في التعاون مع صلة الأرحام نعم السيدة محمد من أسوان حيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو أنتم تحضرتك أنا معي جارتي وأختي كده في العمارة كانت مشاكل بينها وبين جوزها وعملت له خلقة في المحكمة فحالين جايلها عريضة في ناس بيقول أن الجواز الخلع ديا لا يجد� equ usted جوز بعديها يعني حرام في ناس بيقول حلال فأنا عايز أعرف جوازها حلال والله حرام يعني يا عملت خلع فخلع عقابي المسلمين في المحكمة من حوالي isn't عنها وانتصلت كويس يعني اللي خلع عقابي المسلمين آه في المحكمة كويس جدا المحكمة دا تهجين قاد المسلمين نبقى قاد المسلمين حكم إنه خلعar خلاص آه عمل لها خلاص هي مطلقة مطلقة وإذا قضت عدتها يجوز أنها تتزوج مين اللي بيقول بقى أدوات مفيش حد محمد محمد استني بس أقولك حاجة يا محمد لأن فيش وقت بسطات كده كاذبة اتعملت عشان تخلي المجتمع كده يحصل فيه بلبلة فيه ونسبت إلى أعلام كبيرة في المجتمع والكلام ده من الصحيح ده هذا الكلام كذب محدش قال خالص من علماء المسلمين من المعاصرين وخاصة الكبار منهم أن الخلع ده مش طلاء أن الخلع ده مش فرقة الخلع فرقة ومعنى أن الخلع فرقة أن المرأة إذا تم إذا وقع عليها الخلع وقضت وانقضت عدتها إلا حاصل يجوز لها أن تتزوج وليس هناك ما يمنع من ذلك لأن هذا طلاق يكون كالطلاق البائن لا تحل له إذا كانت في الطلقة الأولى أو في الثانية إلا بعقد جديد ومهر جديد وإذا كانت في الثالثة لا تحل له إلا إذا نكحت زوجا غيره يبقى لأ هي يجوز لها أنها تتزوج ولو سمحتم بلاش نسمع كل هذه الأكاذيب اللي الغرض منها أنها تهدد أمن المجتمع وخاصة في عمود من أعمدته وهو الدين يا سادة هنتكلمنا النهاردة عن مهارة مهمة جداً اسمها مهارة التأكيد على أبادية العلاقة أبادية العلاقة معناها استمرار العلاقة وإننا نكون حرصين ونبذل كل جهد أن العلاقة تبضل باقية وتبضل باقية بجودتها برونقها بجمالها بنعمة ربنا العلاقة الزوجية نعمة محتاج أن نحن نأكد على أن نحن سنستثمر النعمة والنعمة مش تقل تزيد إن شاء الله ربنا يجعلنا بهذه المهارة ندخل في شكر نعمتي وربنا وعدنا وقال لنا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللهم زدنا حباً وزدنا وداً وزدنا رحمةً وزدنا سكينةً في بيوتنا واجعلنا يا ربنا نأخذ من مددك لنشكر نعمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين